لم تفرق الغارات الروسية وقصف نظام الأسد بين البشر والحجر في القصف المكثف على محافظة إدلب السورية فقتلت وجرحت العشرات كان من بينهم أطفال ونساء بينما نزح الألاف نحو العراء قرب الحدود التركية وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في إدلب لا يزال القصف الجوي والمدفعي مستمراً ما يجعل فصائل الانتفاضة تفكر بشكل مختلف في خياراتها القادمة وقالت مفاوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلاي إن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب فشل في حماية المدنيين دعية إلى وقف فوري للقتال هناك وأشارت إلى أنه من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر مفاوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفادت من جانبها توثيق مراقب الأمم المتحدة مقتل ألف وخمسمائة وستة من المدنيين بينهم مئتان وثلاث وتسعون امرأة وأربعمائة وثلاثة وثلاثون طفلاً منذ اجتداد حدة الهجمات على منطقة خفض التصعيد في إدلب مع أن روسيا وتركيا اتفقتا على تهدئة لوقف إطلاق النار والهجمات البرية والجوية في هذه المنطقة هذا وأعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو ثلاثمائة وخمسين ألف شخص من محافظات إدلب معظمهم نساء وأطفال منذ كانون الأول 2019 فروا باتجاه الحدود التركية جراء الهجوم العنيف الذي تشهده المحافظة من قبل النظام السوري وروسيا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار في تقرير له إلى أن الوضع الإنساني في إدلب مستمر بالتدهور نتيجة تصاعد الأعمال القتالية من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود قاوي شوغلو في كلمة ألقاها على هامش أعمال منتدى دافوس بالسويسرا قال إن بلاده تنتظر من روسيا لالتزام بتعهدتها حيال وقف إطلاق النار بعدها ضامنة لنظام السوري وأن الوضع في إدلب لا يزال خطيرا وأنه لا يمكن قبول الهجمات التي يشنها النظام على المدنيين بطريقة عشوائية في هذه المنطقة غياب الحل السياسي وخرق الهدنة المتفق عليها قد يجعل من محافظة إدلب أثرا بعد عين مع استمرار القتال والقصف المدفعي والجوي عليها دون تدخل دولي لوقف إطلاق النار